بعد مهمة في محطة الفضاء الدولية دامت خمسة أشهر هبط رواد الفضاء الثلاثة في كازاخستان حيث حطت الكابسولة الفضائية سويوز بسلام وعلى متنها رائد الفضاء الكندي كريس هاتفيلد والأمريكي توم مارشبرد والروسي رومان رومانينكو وكان هاتفيلد أجر اختبارات في المختبر العملاق داخل المحطة تتعلق بتفارق الغازات والسوائل في الفضاء ويمكن لتجاربه أن تؤدي إلى تحسين حفظ المواد المنزلية والغذاء والأدوية وكان الرائدان الآخران قام برحلة سير في الفضاء غير مخطط لها لإصلاح تسرب في خزان خاص بالتبريد في المحطة الفضائية